تحية لكم مشاهدين وهذه حلقة جديدة من حلقة برنامجكم المشهد تأتيكم من قناة أني للأخ مشهد اليوم ينفتح على لبنان الذي شهدت ساحته السياسية وساحته العملية تجاذبات كبيرة بدأت أولاها في السجال الذي حدث بين رئيس البرلمان النبيه بيري ورئيس الجمهورية مشيل عون حول اتهامات متبادلة بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها حسب ما ينتظره العالم أن تخرج بلبنان من الأزمة الحالية إقفال تام شهدته الساحة العملية اللبنانية بالإضراب العام التي دعت إليه النقابات العمال بالأمس وشهد تأييدا شديدا من قبل كل المؤسسات العملية بما فيها أيضا وللغرابة الشديدة المؤسسات وكل الأحزاب السياسية التي شاركت في هذا الإضراب العام اعتراضا على ما قالوا أنه تفضيل للنقبة السياسية على مصالحها الخاصة على المصالح الشعب اللبناني الذي كان ينتظر من تلك النقبة أن تشكل أي كانت حكومة توافقية وتكنقراطية تخرج بالبلاد من هذه الأزمة الطاحنة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى الأزمة السياسية رئيس اتحاد العمال بشار الأصمر انضم إلى هذا الزخم الإضرابي وقال أن هذه النقبة السياسية غير صالحة لأن تتولى المرحلة الانتقالية في البلاد لعدم اكتراتها بمصالح الشعب اللبناني حول كل ما يحدث في لبنان وحول ما يمكن أن يؤدي إليه أو يؤدي إليه الحراق الجديد في الشارع اللبناني وحول إمكانية أن يتفق أو لا يتفق النقبة السياسية في البلاد لتكوين وتشكيل حكومة توفقية تخرج بالبلاد من أزمتها الحالية ستتمحور هذه الحلقة برنامج المشهد والتي يشريفنا فيها الأستاذ فادي عكوم الكاتب الصحفي والمحلل اللبناني مرحبا بك أهلا بك مساء الله خير اسمح لنا واسمحوا لنا المشاهدين بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة في هذا الموضوع تطورات متلاحقة تشهدها الأوضاع في لبنان مع اشتعال حرب البيانات بشكل غير مسبوق بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب بأنبيه بيري على خالفية البيان الذي سبق أن صدر عن رئاسة الجمهورية وانتقد المبادرة التي اقترحها بيري لحل الأزمة الحكومية الأزمة السياسية في لبنان شهدت تعقيدا خلال الأيام الأخيرة بعدما كانت الأمال معقودة خلال الأسبوع الأخيرة الماضية على مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني لحل الخلافات بين رئيس البلاد وفريقه السياسي الطيار الوطني الحر من جهة ورئيس الحكومة المكلف صعد الحريري وفريقه السياسي في طيار المستقبل من جهة أخرى والمتعلقة بتشكيل الحكومة التي تم تكليف الحريري بتأليفها بعد استشارات نيابية ملزمة في شهر أكتوبر الماضي شهد لبنان إدرابا شارك فيه الاتحاد العمالي العام الممثل للنقابات العمالية إضافة إلى هيئات اقتصادية تضم الغرف التجارية وتمثل أصحاب الأعمال بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية المشاركون في الإدراب يطالبون بسرعة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئيسة رئيس الحكومة المكلف صعد الحريري لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة كما أن الهدف من الدعوة للإدراب هو الاحتجاج على تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية على مختلف المستويات تقف لبنان أمام مفترق طرق بالغ الصعوبة والخطورة بعد تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية مما ينذر بإشعال الترابط الاجتماعية في البلاد أهلا بكم مجددا مشاهدينا ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني مرحبا بك أهلا بكم في البداية هل هذا الحرك في الشارع اللبناني من إمكانية أن يضغط على تلك النخبة السياسية لدفعها إلى تشكيل حكومة أم أنه سيمر مرور القرام؟ أولا مساء الخير ثانيا يعني مجرى أمس في لبنان فينا نعتبره كوميديا سوداء على أساس أهل السلطة تظاهروا ضد السلطة مع غياب شبه تام للشعب اللبناني ومنظمات المجتمع المدني والحراك الشعبي اللي تحركوا خلال السنة ونص تقريبا لمدت بمعنى يعني الطيار العوني شارك مستقبل شارك تقدم شارك وكلهم شاركين بالسلطة أصلا يعني حتى الاتحاد العمالي العام يعتبر من الاتحادات العملية التابع للطيار العوني يعني ما كان فيه يعني تحرك مبارح كان محاولة مصطنع مش مصطنع لأ هي كانت مقصودة من أطراف السلطة أنه كل طرف أنا بيقولها التاني أنا ممكن استعمل الشارع ضدك كمحاولة ضغط الفرقاء السياسيين اللي مسؤولين عن التجازب الحالي لتشكيل الحكومة ممكن كأنه عبيهددوا بعض مين منهم ممكن يحرك الشارع أكتر هلأ في بعض المناطق صار فيها شوية تحركات بس كانت ضئيلة جدا عم نحكي تحرك الشعب الحقيقي كان فيها يعني حتى اللي لاحظ مبارح طريقة أكفال التركات مبارح ببيروت ما كان فيه أعداد من المتظاهرين كانت نتواجدها على الأرض عند كل شارع تم قطعه يعني كان فيه مجموعات عم تتنقل بين المناطق على الدرجات النارية لا تقفل لا يبين المشهد العام أنه فيه إضراب كبير وفيه تظاهرات علما أنه يعني الكاميرات نقلت بشكل مباشر وكشفت كل شيء هيدا فينا نربطه بالتجازب السياسة اللي صاير بين الرئاسات السلاسة بين الرئيس ميشيل عون وبين رئيس مجلس النياب نبيه بره وبين الرئيس المكلف سعد الحريري يعني هل يمكن أن نفسر ما حدث أنه نوع من إحباط إضراب وحرك كان يمكن أن يكون شعبيا فانقضت عليه تلك النخبة وحرفت مساره ممكن بنفس الوقت أنه كمان بالإضافة للضغوط اللي عبي مرسوها على بعضهم أنه عبي يضغطوا على الشارع حتى ما تفلت الأمور علما أنه بنفس الوقت قائد الجيش كان عبي يشارك بمؤتمر المنحين اللي عقدته باريس حذر من انفلات الوضع الأمني وقائد الجيش عنه شوي حريص على استعمال العبارات المتعلقة بالوضع الأمني الداخلي لما شاف هالأمور بالشكل اللي هي فيها على الأرض حذر من انفلات الوضع الأمني وأنه مش هيقدر يضبطوا وبالتالي لما يحذر هو عم بيحذر مش عم بيحذر من مدنيين موجودين بالشارع عم بيحذر من أحزاب السلطة اللي بعدها اللي بعض منا بيمتلك الأسلحة اللي بعض منا بيقدر يضغط أو يعمل مثل كانتونات مسلحة أو حماية ذاتية أو أمن ذاتي وهو الشيء كمان اللي حذر منه سعد الحريري من يومين ثلاثة طيب يعني ما الذي يمكن أن يحدث إذا استمرت الأمور على ما هي عليه يعني بوجهة نظرك هو ما حدث هو حرف لما صار اتجاه شعبي للاعتراض على عدم تشكيل الحكومة بهذه المشاركة العبثية من قبل السلطة ضد السلطة هل نأ يعني 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 ما الذي يحمله المستقبل القريب في ظل هذا العبث يعني للأسف الشديد للصورة قاطمة جدا يعني حتى في استشهد بمقولة إلى رئيس الجمهورية من أكثر من شهور سألته إحدى الصحفية بالأسر الجمهوري إلى أين نتجه؟ ألا بالحرف الواحد إلى جهنم وبالفعل يعني ساعة اللي بيكون بلب أمنيا شبه من نهار مؤسساته الحكومية نهارت المحروقات مفقودة ما فيه كهرباء ما فيه مي الإدوية حليب الأطفال القدرة الشرائية عند المواطن معدومة نسبة البطالة طلعت الهجرة عبتاخد شكل غير مسبوك يعني علمان لبنان بلب معروف أنه أبناءه بهاجروا بس فيه كتاعات محددة مثل كتاعات الطب والتمريد والتعليم وكله مئات المؤدرسين مئات الأطباء مئات الممرضين عم بيهاجروا من لبنان يعني داخلين على نفق نفق مظلم جدا يعني نتصور حتى وزير المالية مبارح بيطلب من المواطنين أنه يفتشوا عن وسائل نقل غير السيارات لأنه معاش فيه قدرة على الدولة أن تدعم البنزين وبدأت ارتفع بطريقة جنونية يعني فيه علامات استفهام كبيرة حول إصرار النخب السياسي أو اللي بتقول عن حالة النخب السياسي بلبنان أنها تحافظ على مكاسبها ومواقعها السياسية بظل هذه الأزمة الخانقة اللي حذر مننا البنك الدولي أنه أزمة غير مسبوكة مش فس بلبنان حتى على مستوى العالم تعتبر من أقصى درجات الخطر ممكن أي دولة تصلى يعني حتى أخطر من الأزمة اليونانية أخطر من أي أزمة تانية ممكن تصير لأي دولة حول العالم طيب هل هناك اتهامات أو هل هناك أصابع اتهامات تشير لقوة إقليمية أو دولية من مصطلحتها استمرار الوضع اللبناني على ما هو عليه يعني الكل اللي بيعرف أنه كل الفرقاء المبنانيين من دون استثناء تابعين لجهات خارجية يعني اللي رح يكسب أكتر شي من خلال تعطيل العمل بتشكيل الحكومة المنتظرة هو حزب الله كونه بزل الأوضاع الحالية بلبنان والمطالبات الإقليمية والدولية يجب أن تكون الحكومة مستقلة تماما بعيدة عن أي طيار سياسي ومن ضمنه حزب الله حزب الله وحلفاءه بشكله أغلبي مطلقة بالمجلس النيابي وبالتالي إذا تشكلت حكومة خارج حزب الله وهي رح تدير البلاد خلال الفترة المقبلة حزب الله حيكون خارج الصورة وبالتالي حتى الانتخابات المزمع جراءة يعني نحن داخلين على انتخابات بلبنان السنة المقبلة انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس نواب يعني كارثة الكوارث ستكون بعد سنة إذا استمرت الأوضاع مثل ما هي رح يكون في كارثة كبيرة الاشتباك السياسي رح يوصل يمكن لحدود الاشتباك الأمن لأنه مسألة حياة أو مات لغالبية الأطراف اللي موجودة هلأ الكل كان منتظر الاجتماعات الإيرانية الأمريكية لتحديد ما يقول إليه الوضع العراقي والوضع اللبناني والوضع السوري بس يبدو أنه هلأ كمان منتظرين نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية السياسات الأمريكية اللي رح ينتهجها والكارثة الأكبر أنه طالما المرشح الإيراني رئيسي هو اللي ممكن يوصل واللي الترجيحات كلها بتصب لمصلحته أنه هو ممكن يوصل على سدة الرئاسة رح نرجع سنين ضوئية إلى الوراء من ناحية التعنط الإيراني بالتصرف بالملفات الداخلية لبعض البلدان بالضبط يعني رح نرجع لمربع يعني رح يكون الحرس الصوري بموقع القوي جدا بأن لا يتنازل عن أي مكاسب سابقة حصل عليه خلال الفترة الماضية إن كان بشكل مباشر لأدواته مثل حزب الله أو لحلفاء حزب الله مثلا مثل الطيار العوني مثل حركة أمل علما أن حركة أمل يمكن رئيسه أنا بيهبري لهو رئيس المجلس النيابة ورغم ارتباطه العضوي مع حزب الله لكنه أخذ موقف تاريخي مشرف من خلال إصراره على تسمية سعد الحريري ومواجهة القصر الجمهوري بهذه الطريقة وهي طريقة غير مسبوقة الكل بيعرف نبيه بري إنسان بيستطيع يمسك العصة من النص ويتعطى مع جميع الأطراف أعداءه قبل حلفاءه وبالتالي مشكلته الأديمة مع الطيار الوطني يعني اللي كانت من الأساس بسبب مطامع سياسية لطيار الوطني الهر الترجمة هلأ وللأسف يعني هالاشتباك السياسي اللي صار مش رح مش رح يخدم حدا خصوصا كان الكلمة توقع إنه نبيه بري ممكن يسمي حدا غير سعد الحريري ومعروف نبيه بري إنه كالساحر السياسي يستطيع إخراج الأرانب من الكبعة لكنه أصر ببيانه سعد الحريري هو حبل النجاة ممكن مش لكونه كشخص سعد الحريري ما في بديل تاني حاليا بيحظى برضى أقليمي بيحظى برضى دولي بيقدر يدخل الدولارات إلى نبنان والمساعدات والاستثمارات بطريقة سريعة جدا طيب دعنا نتحول إلى الخلافات الرئيسية في تشكيل الحكومة ومن وقع متابعتك لمناقشات تشكيل الحكومة ورفض هذا الطرف ورفض هذا الطرف وهذا الاختراح والذي يرفضه مثلا من الحريري والذي يرفضه مثلا ميشيل عون رئيس الجمهورية ما هي مكونات الخلافات الرئيسية في تشكيل الحكومة هل هي المحاصصة؟ خلينا بالبدء بس بمسألة الحكومة يعني انطلقت كتار تشكيل الحكومة من خلال المبادرة الفرنسية المبادرة الفرنسية اللي مننزل رئيس ماكرون على لبنان اجتمع مع الفرقاء السياسيين كلهم وتم الاتفاق مع الجميع انه يتم تشكيل حكومة مستقلة نعم سعد الحريري بيترقسها كشرط للمساعدات بالضبط كشرط لمساعدات سعد الحريري مع حكومة مستقلة فعلا بعيدة عن التجذبات السياسية مختصين والطائفية هلأ مسألة الطائفية مسألة نسبي بالنهاية انه رح يختار اشخاص من الطواقف وهيدا رعاة يعني التقسيم الطائفة رعاة سعد الحريري بكل التشكيلات اللي قدمها للرئيس ميشيل عون لكن المشكلة الكبيرة حاليا بالنسبة او بالنسبة ل الافراج عن التشكيل الحكومي هي مع جبران باسيل وزير الخارجي السابق الرئيس الحالي للتيار الوطني الحر وهو بالمناسبة صهر رئيس الجمهورية الذي يصر على ان يسمي الوزراء المسيحيين بالاضافة الى حصوله على السلسة المعطل مسألة السلسة المعطل مسألة شائك جدا بلبنان من يحصل على السلسة المعطل باستطاعته الافراج عن اي قرارات وزارية او تعطيلها وبنفس الوقت باي وقت ممكن يقدم استئالات وزاراته فتسقط الوزارة يعني رجعنا للمربع الاول تسقط الحكومة تسقط الحكومة يعني عم نرجع دائما للمربع الاول سعد الحريري ما عنده مشكلة بتقسيم الطائف لانه اصلا لبنان مبني على التقسيم الطائفية وحتى بعد اتفاق الطائف الفريق الرئاسي وفريق جبران باسيل عم يتهمه سعد الحريري انه عم يخرج عن المساقية المساقية هي انه السنة بيسموا السنة المورني بيسموا المورني الشيعة بيسمه الشيعة بسيئة الميساقية تعتمد بشكل أساسي على مراعاة التوزيع الطائفي والتمثيل الطائفي بأي إن كان بالحكومة أو حتى بالوظائف كلها بقى جبران باسيل داخل المعركة معركة حياة أو موت هو بشكل أساسي لأنه تقريبا أصبح خارج المشهر السياسي بالفترة الماضية إن كان بسبب العقوبات الأمريكية أو حتى بسبب العقوبات الفرنسية وبالتالي طموحه ليوصل لرئاسة الجمهورية طار عم بيحاول بأي طريقة يرجع يدخل على المشهر السياسي بقوة كبيرة ليقدر يتابع معركة رئاسة الجمهورية اللي بتتزامن مثل ما قلنا مع معركة المجلس النيابي اللي يكون عنده الكتلة الأقوى الوازنة في المجلس النيابي طب هل هو متشبث بهذا الطلب ما يعطل تشكيل أي حكومة طب من الذي يمكن أن يعني يقف أمامه لمنع هذا للتجاه يعني اللي واقف أي طيار وأي ما هو اللي واقف أمامه حاليا سعد الحريري بموقفه إنه عدد محصولي يعني سعد الحريري كان مصر على تشكيل الوزارة من 18 وزير على أن لا يحصل أي طرف على السلس المعطل دخل نبيه بره على الخط رفع عدد الوزراء شوي بس شرط كمان أنه ما حدا يحصل على السلس المعطل وإنك يا جبران باسيل إذا بدك تسمي اثنين وزراء من الطائف الماروني أو واحد ماروني واحد كاتوليك سميهم لا مصر على السلس المعطل من شان هاك قامت لإيامه على نبيه بره كونه حتى بالمبادرة اللي لاقت استحسان جميع الفرقاء السياسيين يعني تيار المردة وافق الحزب تقدم الاشتراك وليد جمبلاط وافق باستثناء جبران باسيل اللي دايما عم بيعرقله علما أنه عم بيقول بنفس الوقت أنا مش عم بتدخل بس هو معروف أنه يعني الحجر اللي واقف بطريق تشكيل الحكومة اللي عم بيمنع سائر كتار تشكيل الحكومة هو جبران باسيل طيب هل هذا يعبر عن رأي الطيار الشعبي المؤيد لجبران باسيل أم أن هذا الطيار منقسم حول هذا الموضوع أم أنه رافض لما يقوم به جبران باسيل شوفوا جبران باسيل بيقدن نفسه كحامل للموارنة في لبنان والمسيحيين بشكل عام من خلال الحفاظ على موقعهم السياسي بس إذا بلغة الأرقام تقريبا 560 ألف مسيحي شاركوا بالانتخابات النيابية المرة الماضية كانت حصت جبران باسيل تقريبا 30% القوات اللبنانية سامير جعجع أقل من 30% شوي وفي الباقي توزع بين المرشح الأساسي لرئيس الجمهورية أيضا سليمان فرنجي وباقي الكتل الصغيرة التي تدور في فلق المستقبل والحزن تقدم اشتراكي والباقي وبالتالي لا يمثل غالبية المسيحيين الذين يقول أنه يدافع عن مصالحهم هذا أمر يوجد خلافات قوية جدا داخل الطيار الوطني نفسه خصوصا من الرعيل الأول الذي كان مع الرئيس ميشيل عون في بداياته يعني عندما تصادم مع الجيش السوري في لبنان وعندما تم نفيه إلى فرنسا هم الذين أسسوا الطيار الوطني الحر يعارضون سياسة باسيل خلال هذه الفترة وتم إقصاء العديد من القيادات في الفترة الأخيرة خصوصا بعد بدء الحراق على الأرض وبالتالي جبران استمر بهذه الطريقة لن يفقد فقط قدراته على المشاركة بأي حكومة أو الحصول على قاعدة نيابية من المجلس النيابي بل ربما قد يفقد السيطرة على الطيار الوطني نفسه طيب وقد انضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت الأستاذ نضال السابع المحلل السياسي اللبناني مرحبا بك هل لك أن تطلعنا على ما يحدث في الشارع اللبناني الآن على أرض الواقع أم أن ما حدث من حراك بالأمس هو قد تم احتوائه حفواني يريد ترجع تأيدي السؤال للمنصوب طيب هل تسمعوني يعني هل تسمع الصوت الآن نعم 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 طيب نعم نعم يعني نريد منك أن تطلعنا على ما يحدث في الشارع اللبناني على أرض الواقع اليوم هل انحصرت موجة الاحتجاجات التي بدأت بالأمس أم أنها مازالت مستمرة ومرشحة للتصاعد رغم أننا علمنا أن الطيارات السياسية أيضا ركبتها تفضل بداية يعني مساء الخير لألك وضيوفك والمشاهدين طبعا يعني كل الناس في الشعب اللبناني بالأمس أدرك أن الصبقة السياسية عمليا خاضت الحراس من أجل ذلك ظهر هذا الحراس بالأمس يعني هذيلا وكان هناك مقاطعة من الشعب اللبناني بالنسبة لعوامل التجير والاحتجاجات في لبنان طالما هناك معادلة تقول كلما تأزم الوضع السياسي انعكس على الوضع الاقتصادي وكلما تأزم الوضع الاقتصادي من خلال تهاوي الليهر اللبنانية أمام الدولار خرج الناس إلى الشارع بالتالي نحن أجواء أمام عوامل تتحرك من الداخل وهي ليست حاجة إلى طرف سياسي من هنا أو هناك حتى يحركها كما تعلم أنه يعني نحن الآن نعيش يعني أزمة التشكيل الحكومي الوزير جبران دافيل يعني يريده ضمانا في مستقبله السياسي خاصة أنه يعني الآن اللبنانيين في ظل هذه الأزمة يحملون العهد ويحملون جبران دافيل مسؤولية التعطيل ويتحمل جزءا كثيرا من الأزمة صحيح أن هذا العهد بالحالي برئاسة الرئيس لا يتحمل منفردا الأزمة الاقتصادية ولكن الصحيح أيضا أن هذا العهد يعطي كل الحلول ويمنع تشكيل الحكومة في حال تم تشكيل هذه الحكومة وفق المبادرة الفرنسية كان من المفرد أن تأتي متعادات إلى لبنان من خلال مؤتمر فيدر والذي أقرح 10 مليار دولار وهذا كان يعني كثير بانتشار لبنان بشكل مرحل من أزمته الاقتصادية وأن لا نصل إلى هذا الوضع المزري هناك اليوم أيضا أزمة على المواد الغذائية هناك أزمة على الصيباليات هناك تقسام في الفيول والبنزين والمازوط وبالتالي نحن نعيش أزمات متكررة في ظل تصاعد مخيف في فيئة دولار حتى وصل إلى 15 ألف البنك الدولي قبل يومين حذر يعني من مخاطر المصدع الاقتصادي وانعكاسي على مؤسسات الجيش اللبناني خاصة أن يعني العسكري اللبناني وطابط اللبناني أفضحا راتبهم يعني العسكري على تبيل المثال الذي كان يأخذ مليون وثلاثمائة ألف بما يعادل 800 دولار أفضحا اليوم أقل من 80 دولار وبالتالي عمليا مع نويات الجيش يعني ليست جيدة العسكري يعني يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة في ظل يعني عدم قدرة الجيش على تأمين الطبابة واتخاص قيادة الجيش خرارة بوقف اللحوم يعني بشكل عام نحن نعيش أزمة كبرى عماية الدولة في لبنان هو الجيش والتفريط بالجيش من خلال عدم مساعدته بعطي خاضي ثم يؤتي إلى أزمة أمنية كبرى ربما يعني تفجر هذا الأمر يعني تحلل الجيش وعدم انخراط العناصر بوحداتهم فيضع قدرة الجيش على ضبط الوضع الأمني في الداخل مما يؤتي أولا إلى توترات أمنية في الداخل مما يؤتي أيضا إلى عدم قدرة الجيش على ضبط الحدود اللبنانية وخاصة هنا خجية أوروبية من انشلات الأوضاع في الجنوب اللبناني في حد بعد قدرة الجيش أيضا من خلال يعني تضفق اللاجهين السوريين والقلسطينيين بالإضافة للبنانيين باتجاه أوروبا نتيجة في الوضع الاقتصادي الحال طيب كيف تفسر ما حدث من سجال بين قيادتين من معسكر واحد نبيه بيري رئيس مجلس النواب وميشيل عون رئيس الجمهورية طيب يعني كيف تفسر ما حدث من تجاذب مؤخرا بين اثنين قيادتين من معسكر واحد هما رئيس مجلس النواب نبيه بيري ورئيس الجمهورية ميشيل عون حول اتهمات فيما يتعلق بعرقلة تشكيل الحكومة يعني اولا كما تعلم ان الرئيس بيري يعني اخذ زمام الامر واطلق مبادراته الشهيرة ولا نستطيع الان ان نصف الرئيس بيري بانه من حاج الرئيس سعد الحديث لان من المفترض ان الرئيس بيري هو احد اعمدة اه قوة من ادار التي يعني يتحالف مع الرئيس مجلس النواب والتيار الوطني الحور بالتالي شاعة هذه المبادرة من الشخص الى حد ما يعني اه يعتبر حيادي ما بين الرئيس سعد الحديث والرئيس من شرعان ولكن تجربة الرئيس مبيه بيري حملت بشكل واضح وطريح اه قصر رئيس الجمهورية الوزير جبران بيسيل لانه يتحمل مسؤولية التعطيل لان الوزير بيسيل يصر على الامرين الامر الاول ان يضطن به سعد الحديث المستقبله والسياسي خصوصا بعد شعور الوزير جبران بيسيل ان يعني اه اه وضعه شعبيا تراجع في فعل الازمات التي يعني اه حصلت في لبنان حصلت منذ 17-20 مرورا في انتجار مربع بيروت والانيار الاستخابي الذي حصل اليوم بالتالي هو يخشى من ان الانتخابات المقبلة ربما يعني اصوطة تفقده هذه الاعلادية النيابية التي يتمتع فيها داخل الشارع المسيحي فبالتالي هو يريد من الرئيس سعد الحريري ان يظهر مستقبله السياسي واحد اثنان يعني عمليا الوزير جبران بيسيل يشدد على موضوع تشكيل الحكومة ويريد وزارات معينة ومتحدثة عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وهناك خشي ايضا من هذا الامر بان الذي يفايفر على وزارة الداخلية عمليا هو قادر على ترتيب الانتخابات المقبلة والتي سوف تفرض مجلسا نيابيا سوف ينتخذ رئيس جمهورية في المرحلة المقبلة بعد انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون ايضا يعني هناك امر اخر يريده ايضا وزارة العدل وهنا الاطراف السياسية في نبنان فافقد ان اصرار الوزير بيسيل على هذا الامر ربطة يعني لغاية في نفسي عقوب يريده ان يستغل هذه الوزارة من اجل فتح الملفات الفساد بوجه يعني الاطراف السياسية المناوئة له فبالتالي عمليا ايضا هناك الامر الاخر يعني مبادرة الرئيس بري التي انطلقت بداية من المبادرة الفرسية والتي كانت تنص على 18 وزير يعني في بم احتجاج التيار الوطني الحر والوزير في براءة يطير على هذا العدد والمطالبة الملحة والمستمرة بيزيادة العدد الى 24 وافق الرئيس نبيه بري على وزارة من 24 وزير مع انها اعتقادلات تلدي المطلوب لان المطلوب في هذه المرحلة هي حكومة مطغرة حتى ان تمر القرارات وحتى لا ندخل فيه تجاذبات السياسية ولكن من اجل انجاح التشكيل الحكومي وافق الرئيس بري على هذا الامر ووصل الى 24 على اساس ان يكون كالتالي 8 وزراء للرئيس نبيه بري وحلفاء من حفظ الله وقوة 8 ادار و8 وزراء ايضا للرئيس ميشيل عون وطريقه السياسي و8 وزراء للرئيس سعد الحريري عمليا يعني بعد ان تم الاتفاق على هذا الامر وجدنا ان الوزير جيبراف بيسير يطاومت الوزيرين المكيحيين الذين هم على قائمة الرئيس سعد الحريري وهو تذرع ان الرئيس الوزراء السني سعد الحريري لا يستطيع ان يسمي وزيرين مسيحيين مع العلم ان يعني من ضمن وزراء الناس وزيرين مسيحيين يعني الرئيس سعد الحريري من المفضل ان يسميهم طبعا في حال يعني قام الوزير جيبراف بيسنية هؤلاء الوزيرين عمليا يحصل على سن وزراء مسيحيين من تحالف رئيس الجمهورية بالاضافة للوزيرين عمليا عشرة وزراء من 24 وزير بالتالي حصل الوزير جيبراف بيسيل على السلطة المعطقة هذا يعني هذا الامر هنا خشل الرئيس سعد الحريري انه في حال حصل الوزير جيبراف بيسيل على عشرة وزراء والسلطة المعطقة بالذالي فوقفة يعني يفجر الحكومة ويحصلها من الجافل بعد شهر ويتحول الرئيس سعد الحريري من الرئيس يعني مكلف على رأس الوزارة الى رئيس وزراء يتير الامور وهذا الذي لا يريده الرئيس سعد الحريري عفوا المحلل السياسي اللبناني نضال السابع كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا جزيلا لك هل هناك من تعليق حول ما قال بتحكي مش بس مع الزميل نضال مع عشرات صحفيين بلبنان بتحس نفس الكلام يعني انه خلص الاوضاع صارت مكشوفة يعني بالفترة اللي سبقت كان ممكن يكون فيه بعض التباين او التعارض بالقراء وبالتحليلات بس هلا خلص صارت الامور مكشوفة للجميع والكل عم بيصب بنقطة واحدة وصار معروف السبب العرقلة يعني فيه امر مش طبيعي انك مصر انك تكفي طريقك على الهاوية المجرد الاطماع السياسية طيب هني بقولوا كمان انه سعد الحريري عنده اطماع وعنده طيب اتنازل وخلي سعد الحريري يستلم الحكومة ويقلف ويشتغل اذا ما جاب اموال وما جاب استثمارات حاسبوا ساعتها انت والشعب يعني هيكون الشعب بايدك اصلا حتى ترجع تقلب على سعد الحريري يعني هني الحج انه سعد الحريري ضعيف سعد الحريري ما عنده تقل دوله سعد الحريري كذا سعد الحريري كذا طيب وبعدها ما هو المجتمع الدول والمجتمع الاقليمي عابيقول ببنى حكومة بقيادة سعد الحريري مستقلة هني عابي فوتوا بالتجذبات السياسية بهذه الطريقة لمجرب المكاسب الشخصية يعني عابيعلوا مكاسب الشخصية على المصلحة العامة وعلى مصلحة الشعب عند هذه النقطة تحديدا هل هي مكاسب شخصية ام تنفيذ لاجندات دولية يعني او اقليمية يعني اذا تحدثنا وقلنا ان حراك الشارع السابق كان لاخصاء كل هذه النخبة التي وصفت بالفاسدة والتي وصفت بانها تمتص ثروات لبنان ولا تراعي مصالح الشعب هذه النخبة عادت من جديد وباقوى من الاول وكأن ثورة مضادة انتصرت على ثورة حقيقية وحولتها الى مجرد انتفاض والان يجر لبنان انت تقول ان كل هذه الاطراف لديها داعم اقليمي او دولي صحيح هل يجر لبنان الى منطقة معينة عن طريق هذه الاطراف التي عادت باقوى من الاول ويضغط على لبنان اقتصاديا مثلا نحن نرى اتجاه كبير في المنطقة للتطبيع مع اسرائيل وحتى لبنان اقتيد الى ترسيل حدود بما يعني اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني هل يمكن ان تكون هذه هي او يكون هذا هو السيناريو لا هو يعني السيناريو ما بعتقد بيتعلق بالعدو الاسرائيلي اكتر ما بيتعلق بالحسابات الاوكلمية اللي تنفيذها بالداخل اللبناني بمعنى في ظل كل الشوشرة السياسية اللي عم بتصير الملاحظ والغريب جدا انه حزب الله خارج المشهد يعني حزب الله لغاية الان ما دخل بتقلو كحزب سياسي او كصاحب كتلة نيابية كبيرة بالتشكيل الحكومي قاعد ورا السيطارة بحرك جبران باسيل لانه عارف ان جبران باسيل عنده اطمعه يعني عم بيستغل اطمع جبران باسيل لتنفيذ لعركة الاجندة يعني هي المنظور على الارض انه جبران باسيل عم بيعركل بس جبران باسيل ما بيقدر عركل ما بيقدر يتحرر الا من خلال الضوء الاخضر الذي يأتيه من حزب الله والذي هو وكيل الحرس الصوري الايراني في لبنان وبالتالي مسألة الشد والجاذب ستجتمر لان الاوضاع يعني المشهد السوري الان تغير وبالتالي موقف حزب الله صار اقوى الحكومة السورية او المؤسسات الحكومية السورية اللي امتعد كما كانت من خمس سنين او ست سنين يعني فيه اراضي عا بيتم استرجاعها الارهابيين محصولين بمناطق معينة يعني فيه تغيرات اكليمية عم بتصير عم بتصب اصلا لمصلحة حزب الله يعني حتى اللقاءات بين الكبار يعني ان كان بين واشنطن وطهران او بين موسكو وواشنطن كلها بدا تصب بمصلحة طهران بالنهاية لانه فيه مسألة كوا امر واقع فرضتها طهران طيلة السنوات الماضي مرة تقطف سمارة شئنا ام ابينا بالوقت الحالي يعني الحرس الصوري مش مستعد نهائيا يفرد باي مكسب بالسلاسة الشامة اللي هو سوريا ولبنان والعراق يعني لا يرضي اي طرف من الاطراف الدولية ممكن يتنازل باي ملف ممكن يتنازل بالملف النووي لانه بيرجع بيقدر يرجع يلعب فيه مرة تاني بس هيدا السلاسة اللي هدر مليارات الدولارات لا يأسس منظومي متكامل يعني مثلا من نحكي عن حزب الله لبنان مش عم نحكي عن حزب الله بلبنان بس إلو امتدادوا بسوريا إلو امتدادوا بالعراق الحجد الشعب العراقي موجود بدار الزور بسوريا التجنيد في منطقة دار الزور بسوريا بصفوف الأدوات الإيرانية قائم على قدم وصلكه صار مسيطر على مساحات شاسعة من سوريا وبلش يتوغل داخل المؤسسات السورية يعني بالتالي فيه منظومي لإيران لبنان عم يدفع تمنى هلأ كل ما ترتفع المطالبات الدولية بإبعاد لبنان عن الدائرة الإيرانية سيستمر التأزيم في الداخل اللبناني إلا أن تم الاتفاق أنه سلموا لبنان لإيران يعني أنت تصف الآن بامتياز احتلال بالوكالة هو احتلال بالوكالة يعني بلد محتل بالوكالة صحيح وفيما يبدو أنه أحد القساويسة لا أتذكر اسمه دعا إلى تدويل لبنان باترك الراعي باترك الموارنة هو اللي دعا لتدويل الأزمة يعني فيما يبدو أنه وقع إلى عمق الأزمة أنه يعني أنها دولة محتلة بالوكالة عن طريق الموارنة يعني في أيام قامت أعلاه أنه تهموه أنه عبيدع دول العالم اللي تجي تحتل لبنان علما أنه رجع يعني فسه أنه عبيد طلب عطاولة منفاوضات دولية لحل الأزمة اللبنانية علما أنه الحل بلبنان مش لبناني بده يتم عبر الكبار شأنها أم أبينا بعدين في أمر آخر طيب أين فرنسا مثلا يعني فرنسا دولة كبرى ودولة فاعلة وهي فيما يبدو أنها كالكولونيالية السابقة هي تعتبر نفسها مسؤولة عن الملف اللبناني لماذا تغيب أوروبا عن هذا الملف الذي تركته الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو لبعية فرنسا ما هو يعني الولايات المتحدة بوقت من الأوقات كانت تعرف جيدا أنه غير مقبولة سياسيا في لبنان وبالتالي إذا بدأ تمتد لداخل اللبناني ممكن يكون من عبر أحد الأدوات الحليفة لأيها واللي قريب بنفس الوقت لإيران واللي هي فرنسا ظنن أن فرنسا بعد عندها قاعدة سياسية ممكن تتحرك فيها بلبنان يعني المبادرة الفرنسية الأخيرة أثبتت عكم السيطرة الفرنسية على الفرقاء أو حتى المونة أنه ما بمنع أحدا بلبنان بقى الفرنسيين وأكبر دليل أنه طلباتهم غير مستجابة التهديدات بالعقوبات وحجز الأموال ومنع السفر غير مستجابة وبالتالي فشلت هذه المبادرة وفينا نربطها يمكن بضعف السياسي الفرنسي الخارجي في الأون الأخيرة واللي ظهرت ببعض المناطق وفي كتير بلدان دفعت أتمن هالضعف يمكن بسبب التغيرات السياسية بالمشهد السياسي الداخلي والسياسات الخارجية اللي عم تتبدل دائما بفرنسا واللي كان ناتجته هيدا الضعف هلأ في أطراف أكليمية كتير في المملكة العربية السعودية حاولت تضغط بس الأخطر الجميع يعلم أنه في تحالف استراتيجي بين إيران وتركيا وبالتالي ما يجري على الأرض الآن في لبنان خطير جدا جدا الشيعة تحت سيطرة حزب الله أو إيران وتقوم تركيا بالسيطرة على السنة من ترابلوس من ترابلوس وباقي المناطق امتدادا إلى الضنية إلى منطقة العلبك وبالتالي حريري في خطر حريري في خطر لأنه حتى من أسبوع تقريبا تم رمي كنبلة صوتية إن صح القول بتسمية أحد حلفاء حزب الله ليكون رئيسا للحكومة وهو من المقربين للأتراك والمخابرات التركية يعني فيصل كرامي هو معروف من تكتل من الطائفة السنية في منطقة الشمال اللبناني لكنه متحالف مع حزب الله والطيار الوطني الحر يعني بدأت عملية جاس النبض وهذا الأمر إن مرة الآن سيدفع لبنان ثمنا غيرا يعني سنكون المشهد في لبنان سيكون نصفه تركي ونصفه إيراني نتكلم سياسيا وستكون مسألة معقدة جدا لأنه يوجد العديد من الدول التي لها مصالح داخلية في لبنان ولن تسقط على هذا الأمر وبالتالي ستظل الدوامة تدور في حلقة مفردة طيب هذا ضد مصالح للأسف نحن نتحدث يعني مضطرود للتحدث في ذلك ضد مصالح إسرائيل لأن الدولتين عدوتان لها صراحة تركيا وإيران أعداء إسرائيل من قال هذا تركيا وإيران أعداء إسرائيل لا على الأقل ظاهريا وحتى ليس ظاهريا من يكون بحماية الحدود في لبنان حزب الله يعني إيران سمي عملية واحدة تم دعمها من قبل تركيا ضد العدو الإسرائيلي لا يجل طيب يعني حرب 2006 بالعرض بين حزب الله وإسرائيل لا لا بدون منفوط التفاصيل لأنه فيه تفاصيل مزعجة جدا يعني فتح ملفات سيكون مش بوقته ينحك عنه بلبنان فيه يعني ملفات تكشفت من بعد حرب 2006 كانت سألت إذا كان هذا داعا لتدخل أمريكي لمنع مثل هذا السيناريو ما هو المشكلة بإعادة حزعج هذا إسرائيل فإنه لا ما هو ربما يصب بمسرحة إسرائيل ما هو ربما يصب بمسرحة إسرائيل لأنه يعني على سبيل المثال في المناطق المناطق الحدودية في سوريا كلما اقتربت تركيا من هذه المناطق كلما كان هذا أفضل آه يعني أنا أعطيك مثال كلما اقتربت الفصائل المرتبطة مع تركيا إلى هذه المنطقة طبعا بأن لا تأتي أي فضل في الظل عدم وجود أجندة عربية واضحة طبعا في الداخل بالأسف يتم تعطيل الأجندات العربية يعني التدخلات السعودية يجري العمل على أجهاضها التدخلات المصرية يعني حتى مصر حاولت أكثر من مرة جمع الأطراف للوصول إلى نقطة التقاء وسط يجري دائما عرقلة هذه المساعي لأن جرى العمل خلال الفترة الماضية على إبعاد لبنان عن محيطه الأكليمي الحقيقي ومن قبل جبران باسيل نفسه الذي كان يقوم بالهجوم المباشر على المملكة السعودية ودولة الإمارات لصالح إيران الآن ندفع السمن أن المملكة العربية السعودية الآن تقول لهم تصرفوا في الداخل اللبناني لا نريد أن أدخل في السياسة الداخلية اللبنانية عندما تطفقون مع أنفسكم نساعدكم سنساعد الشعب اللبناني مثل ما هتقول مصر مصر هتقدم المساعدات بطريقة قوية جدا وكبيرة جدا موجهة لمؤسسات معينة وموجهة للشعب اللبناني بشكل مباشر يعني حتى الجيش اللبناني رغم أنه صار فيه بروباجندة إعلامية كتير كبير مبارح على المؤتمر اللي عملته فرنسا لدعم الجيش اللبناني علما أنه قبل بأيام مصر بعت 305 أطنان مساعدات غزائية للشعب اللبناني بس على الطريقة المصرية بتقديم المساعدات أنه أمر عادي عا بتم من شقيق لشقيقه وشغلة مستمرة بشكل دائم واضح أننا يعني أمام انسداد هو مش انسداد هو الاتجاه والإصرار الإقليمي والدولي على إبقاء مؤسسة الجيش اللبناني واللي هي المؤسسة الوحيدة القائمة حاليا في لبنان يؤشر لما ستقول إليه الفترة المقبلة التي ربما يستمر هذا الانسداد السياسي لحين انتهاء فترة ميشيل عون وتكوين حكومة عسكرية انتقالية تدير شؤون البلاد شأن أم أبينه لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي عكوم شكرا جزيلا لك وشكر موصولا لكم مشاهدين تبعتم معنا هذه الحلقة برنامج مشهد غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة كنوا دائما مع قناة أنيل الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر